بسم الله الرحمن الرحيم رحيم تعلم إن شاء الله اليوم كيف نقوم بعملية تصفير لبادة الحبر في طابعة البردر J2320 وما يشابهها من الطابعات شرحنا عن لبادة الحبر في أكثر من فيديو عبارة عن قطعة صفنجية مخصصة لامتصاص الحبر التالف نتيجة عمليات الطباعة وعمليات التنظيف يختلف شكلها طبعا من طابعة إلى أخرى حتى نقوم بعملية تصفير لبادة الحبر أحيانا لازم نبحث عن Service Manual هذه الأمور بتكون موجودة في Service Manual وتعرضنا لها قبل ذلك في فيديو سابق ملخص الخطوات نضغط على مفتاح Home أو بنمسك للمدة 5 ثواني تقريبا رح تتغير عندي الشاشة تظهر هذه الشاشة إذا منلاحظ أوكي فيها Serial Number وفيها Home Virgin وفيها Print Page كم عدد الصفحات لطبعتها بعد ذلك نضغط على نمسك السطر الأخير لمدة تقريبا برضو 5 ثواني ندخل لنا على هذه الشاشة في هذه الشاشة منكتب ستار 286 أربعة ستار 286 أربعة هكذا دخلنا على Maintenance Mode إذا منلاحظ الآن في Maintenance Mode ندخل الآن الرقم 80 ثمانية صفر نستخدم مفتاح Color Start أو Mono Start حتى نتصفح ونصل إلى البرج هذه البرج واصلة إلى 64086 إذا وصلت تقريبا إلى 7000 وشيء الطابعة تتوقف عن العمل وهذه هي أهمية التصفير طبعا مو شرط نبدل اللبادة ممكن نصفر الكاونتر فقط واللبادة مو بحاجة إلى تبديل ممكن نقوم بعملية غسل إلها نكتب الآن 278 ثلاث 278 ثلاث صفرنا اللبادة ممكن نتأكد منها رد ندخل 80 مثلا ونحصل أنها تصفرت مفروض نلاحظ الرقم الآن 00 كونتر الآن 00 نضغط X عساس نرجع للشاشة السابقة الآن نحن في شاشة المنتنس نكتب 99 حتى نخرج من المنتنس والطابعة تعمل ReStart هذه الخطوات نشاربها في الأسفل تلخيص إذا حد عنده أي إضافة نكون شاكرين له نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر